السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله شباب اليوم رح نشرح الطريقة الصحيحة لتغيير كلمة المرور في أبشر فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة يا شباب جدا بسيطة كل عليكم تسوين تروحون على أي متصفة عندكم تكتبون أبشر تدخلون على موقع أبشر تسجلون دخول على حسابكم عن طريق المتصفة فأول ما تسجلون دخول رح تفتح معكم هذه الواجهة كل عليكم تسوين تروحون على الثلاث شرطات اللي فوق على إسار خيار تغيير كلمة المرور تضغطون عليه فهن يشباب، في هذه الواجهة كل عليكم تسوين تضغطون على خيار الرجوع وبعد كده رح تفتح معاكم هذه الصفحة تنزلون شوي تاج وبتسجوون الرمز السري الحالي للحساب فهني يشباب، تسجوون كلمة المرور الجديدة وبعد كده تسجلون هنا كلمة المرور الجديدة مرة ثانية فكلمة المروري يشباب لازم تكون عبارة عن أرقام مع حروف كبيرة وحروف صغيرة فبعد كده يا شباب بعدما تسجوا الرمز السري تضغطون إرسال وكده يا شباب لو تلاحظون وصلتنا هذه الرسالة من أبشر نضغط عليها فمحتور الرسالة يا شباب أنه تم إنشاء طلب تغيير كلمة المرور فعشان نقدر نغير الرمز السري نضغط على هذا الرابط اللي وصلنا بعدما تدخلوا على الرابط يا شباب رح تفتح معكم هذه الواجهة فهنا يا شباب تنزلون آخر شي تحت وتضغطون التالي فرح يظهر عندكم هذا الفيديو لازم تشغلون الفيديو وتشوفونه لنهاية بعد كده يا شباب بعدما تشوفون المقطع تضغطون على خيار متابعة وبعد نرجع على نفس الصفحة اللي كنا نغير رمز السري فيها فرجعنا يا شباب على نفس الصفحة لو تلاحظون وصلنا رمز التأكيد هذا فكل عليكم تسجلون رمز التحقق هنا وبعد كده تضغطون إرسال فكده لو تلاحظون تم تحديث كلمة المرور بنجاح فالآن لو تسجلون خروج من حسائكم وتدخلون من جديد رح يطلب منكم تسجلون كلمة المرور الجديدة فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسوا ندعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم مقاطعة ثانية مع السلامة